مرحبا برج الأسد أهلا بكم في قراءة منتصف شهر إلى نهاية الشهر القراءة سأقسمها إلى قسمين أول جانب عندنا الجانب العملي والي خص الأموال والبزنس والمشاريع الجانب الثاني خص العاطفية بأسلوب المرايا أنت راح تكون على جانب الحبيب والشريك على الجانب المقال القراءة مثل ما تعرفون تصلح للطالع والشمسي والقمري وأي من الكواكب الأخرى اللي موجودين عندك في برج الأسد برج الملك دعنا نشوف أول شيء الحياء العملية أربعة الأخصام برج الأسد أحس أنه فيه ترقية فيه زيادة في الراتب زيادة في الدخل قادمة فيه طريقك يعني أنت مثلا لأنهني الأساس فيه رح يكون عندك راتب أساسي إذا أنت كنت كانت طبيعة وظيفتك أو طبيعة عملك غير ثابتة غير مستقرة في هذه المؤسسة طبيعة حتى البزنس اللي عندك ما فيه استقرار في الفترة القادمة رح ينجد هذا الشيء هذا الشيء الثبات الثبات أنه اليوم وبكرة وبعد بكرة تستطيع تعتمد على هذا الدخل هذا النوع من الدخل أيضا اللي بعدها كرت النجمة برج الدل وتحقيق الأمنية ما أدري ليش يا برج الأسد أحس أنه كانت أمنيتك أنه تستقل ماديا بعيدا حتى عن الوظيفة الفترة القادمة رح تكون جدا مشجعة لأنه عندنا تحت حتى عشر الخماسيات تحقيق الأمنية إذا كنت بانتظار شيء من بعيد من فترة طويلة نوع من التسوية المالية نوع من قبول أن كرت الرف طلع معكوس هذا كرت الرف كرت التأخير كرت أن طلبك يطل في هذا المكان فترة طويلة ولم يرجع عليك فهني هذا الإجابة بنعم اللي تأتيك أحسها ولكن ما رح تأتيك بشكل رسمي يعني مثلا رح توصلك رح يوصلك شيء على الإيميل برج الدلو إيميل رسالة بريد هذا النوع من الأشياء ولكن مو التقاء فعلي بالأشخاص في الفترة القادمة اللي رح تكونون مشؤولين على أعطائك الموافقة غرين لايت غرين لايت الضوء الأخضر يا برج الأسد تستطيع أخيرا أنت تتحرك باتجاه حلم لطالما كان موجود عندك يمكن بعضكم كان موجود عندكم حلم أنه يخلق لنفسه فرصة عمل أو بزنس خاص فيه بعيدا عن الوظيفة الأساسية اللي كانت ما أو حتى المسئوليات عندك هنا مسئوليات لفترة طويلة ما استطعت أن تتخلص وتتملص منها مو من طبيعتك تتملص منها ولكن رح يكون في حيز في الفترة القادمة عشان هاي الأمنية تبتدي تدخل عندك وآخر كارت برج الأسد كارت العدالة كارت العدالة وهني اللي وضحها عندنا كارت برج الجدي الشيطان في أشخاص إذا تحب تعرف الأسباب يا برج الأسد من حقك تعرف لأنا بقولك الرسائل اللي قاعدة تيني لأن هني كارت الشيطان هذا هني نتكلم عن الواسطة أن شخص رفيع المستوى أو حتى مستواه لديه منصب في مكان معين كان يستخدم سلطته من أجل تأخير عملك من أجل عرقلة تجارتك من أجل حتى نوعا ما تشويه سمعتك عشان يصعب عليك الحصول أما الحصول على الوظيفة أو التثبيت في وظيفة محيطة في أشخاص في أياضي خفية كانت تعمل في الماضي تعمل خلف الستار عشان تؤخر عليك هذا الشيء برج الأسد أموانا لازم أقول أيضا هذا الرسالة في ناس هذا الشخص نفسه يخوف أن أنت استقل ماديا لأنه بالعادة هو يحتاجك أن أنت تكون محتاج له يحتاجك أن أنت تنتظر منه شيء عشان يكون في بينكم نوع من التواصل عشان هو تكون له اليد العليا هنا في العلاقة أو في الدينماكية ولكن لما أشوف كارت برج العدالة أحسني أنه في شخص أرفع مستوى من هذا شخص حتى ما له صلة ما له معرفة مع هذا الشخص فما راح يأخذ وجهة نظرة بعين الاعتبار ما راح يأخذ تحذيراته وتخويفاته أنه لا تعطون برج الأسد الموافقة برج الأسد مؤفضل مراشح من أجل هذه الوظيفة برج الأسد مؤفضل واحد حك هاي المنصر ما راح يسمع له أبدا أو على الأقل راح يسمع له راح يسمع شكاوي ومخاوفة ولكن ما راح يأخذهم بعين الاعتبار لما راح يأثر على الججمنت الججمنت تبعه الججمنت تبعه راح يكون غير متأثر كأنه ما هذا الشخص هنا يعرف قدراتك يعرف حقيقتك خمزين؟ لما نشوف توميجر أرتانز ثلاث تقريبا هنا بالتوضيح معنات أنت مقبل على مرحلة محورية تتغير فيها الأمور بطبيعتها بدون حتى ما أحسك أنت اللي قاعد تدفعها تتغير فيها الأمور إلى مصلحتك إلى كفتك في الفترة القادمة لما أشوف أيضا كرت النجمة هنا يحسسني أو يقول لي أن فيها برسالة خاصة لبرج الأسد أنه يمكن يكون هذا الشخص يمكن يكون غيره أنت اللي راح تملك في المستقبل راح ينعكسهني أنت اللي راح تصير تملك الواسطة تملك المعرفة تملك معرفة الأشخاص المهمين في المكان المناسب أنت اللي راح يكون موجودة هنا عندك أشوف على شاشة الموبايل داخل تلفونك أرقام الأشخاص المهمين اللي يستطيعون أن يساعدونك لو أي أحد تعبضك في المستقبل لو أي أحد راح تحاول أن يعرق الأعمالك في المستقبل وراح أسحب الحين كرس أخير للنصيحة تحدث مع الملائكة أو ملائكتك هذا الكرت لما أشوفه شديد في هذه القراءة يعني لي توكل إذا عندك خوف إذا خوفك أو في أحد هددك في تهديد تريد أن تحصل على شيء جانب المقابل في شخص هني كرت كرت الشيطان وهو اللي قاعد يخوفك أنه ما تحصل على هذا الشيء هني كأنه ما توكلك في الفترة القادمة ترى مو مثل أنت ما تلعب نفس اللعبة برج الأسد أنت توكلك نقطة قوتك نقطة ارتكازك راح تكون أنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى أنا راح تلاقي منه العون هذا الشيء الغريب هذا اللي أنا أبقى وصلك طاقة عندكم شخص عنده منصب يملك الولوج إلى مكاتب الأشخاص المهمين يحاول عرقلة إجراءاتك وحياتك العملية لفترة ما كان أخوه يفوز لفترة ما كان يحصل على مراده ولكن في الفترة القادمة هذا الغريب أن هذا الشخص ترى قاعد يجتهد يعمل عشان يعرقل وراها جهد وراها تعب وراها نية وحركة يتحرك وراك الفرق هنا أن أنت ما راح يكون لأن هذه الطاقة التوكل ما فيها أني أسعى تسعى على عملك تسعى على هذا نعم ولكن مو تسعى للمواجهة مو تسعى ما أشوف في سعي عشان تحصل على معرفة الأشخاص المهمين أبدا هنا اللي قاعد يصير برج الأسد أن الله سبحانه وتعالى يسخر في طريقك الأشخاص المناسبين الأشخاص اللي راح تحتاجهم في الوقت المناسب بدون حد سابق معرفة هذه طاقة التوكل لما أتوكل على بشر البشر راح يستطيع ياخذني خطوتين وبعد الخطوتين لازم أريد أن أبحث عن بشر يأخذني بعد خطوتين قدام ولكن لما يكون رب العالمين سبحانه وتعالى فهو يسخر كل شيء أمامنا كل الموارد كل الأشخاص وإن لم نكن نعرفهم ما صافكم هذا الموقف هذا اللي راح يصير الموقف لأن سبحان الله تدخل إلى مكان إلى مؤسسة إلى مكاتب ما في أحد يعرفك ما في أحد عندك معه واسطة نوع من الوساطة البشرية ولكن لسبب ما كل الأشخاص يلتفتون لك ويرغبون في مساعدتك ويسهلون أمامك الإجراءات هذه الطاقة هذه الطاقة التوكل على الله رب العالمين ورح ننتقل الحين للقراءة العاطفية الكثير منكم ينتظرونها برج الأسد لما أقول القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية لأنه نتشوفها بالمراية يعني أنت على جانب الحبيب والشرك على الجانب المقابل ونشوف كل واحد شري يقول للثاني أكثر من كرت تعرفوني من شروطي أنه يكون كرت واحد فقط الفول رقم صفر رقم صفر برج الأسد رح يكون في دخول شخص مفاجئ في حياتك حيث الأمور متوقفة بينك وبين الشريك الشريك ما قاعد يقوم بتحركات بجهود عشان يتواصل معاك يرتبط فيك يطور العلاقة إذا كنت أرد متزوجين ما في خطوات من جانب الشريك فهني رح يكون في الكثير من الخطوات شخص قادم في طريقك جديد غريب لم يسبق لك التقاء في السابق تحصل على الكثير من اهتمام هذا الشخص الجديد منبهر بك أوكي منبهر بك ولما حتى ترد عليه تعطيك من وقتك جدا يستغرب جدا يفرح أنت بالنسبة له قصة كبيرة أوكي دخول شخص جديد يؤثر على حياتك مع الشريك مع الشخص اللي في بالك يمكن يكون حتى من جنسية ثانية يأتي من اتجاه مختلف جنسية ثانية ما يأتي من الطريق المعتاد برج الأسد في نوع من جانبك أنت لما تلتقي هذا الشخص راح تحس راح تحس الفرق إذا ما كان فيه شيطان هذكرت برج الجديد شنون راح نعرف إن فيه ملاك شنون راح نعرف طاقة الضد لما يدخل حياتك هذا الشخص راح تحس يحسسك بمدى تقصير الشريك معك بمدى سهولة دائما هني أحس شريككم هنا ولو إنه لحد الآن ما تكلم دائما يحسسك إن التواصل شي صعب إن طلباتك يا برج الأسد أشياء مستحيلة إن أنت خيالي في توقعاتك من يا برج الأسد لما يدخل حياتك شخص ممكن يكون أصغر منكم أثنينكم سناً ولكن يغرقك بالاهتمام بالحب حتى الكونسستنسي التزامة في التواصل معك دائم استمرارية الشي راح يحسسك بمدى الفجوة بمدى الفراق بمدى سهولة أنه بالعكس لما يكون شخص يحبك على الجانب المقابل يسأل عنك ويعمل المستحيل عشانك لأن هذا الغريب قاعد يسوي كل هالأشياء ولكن بدون بذل جهد لأنه عندنا كرة المشاغب رقم صفر بدون حتى جهود سهل إني أرفع السماعة وأتصل في شخص وأشوف يومه وأقول له عن يومي وأثكر السماعة وسهل إني أقنع الأهل إنه نأتي لطلب لطلب يد هذا الشخص سهولة سهولة أشياء الشريك حسسك ويمكن حتى أنت صدقت لفترة من الفترات إنه صعب جدا صعب جدا اللي تطلبه برج الأسعد مم مستحيل هنه عندنا إمبراطور كرت برج الحمل الفول أيضا هو من كروت برج الحمل خذ نشوف في التارو في كرتات مسمية بأبراج معينة الجدي هو الشيطان ولكن في كروت مثلا النجمة هو الدلو الشمس هو كرت برج الأسد كرت كأند ولكن في كرتات ثانية من الميجر أركانة أو الكرتات الرئيسية في التارو اللي ما تكون مسمية بشكل رسمي ببرج معين ممكن تكون حمل ممكن تكون برج ثاني ولكن على الأغلب هذا الحمل خلا نشوف صغر سن أكثر من كرت خلا نشوف كرت واحد فقط صار عندنا خربضة بالكرتات ممكن أنت أيضا يا برج الأسد صار عندك خربطة بخصوص الشريك تصبح غير متأكد أيضا غير متأكد أنه هل تريد أقول لك غير متأكد وهذا الكرت الطيح سبعة الأكواب خيارات الكثيرة ما هي خطوة القادمة رح يكون في دخول لهذا الشخص الجديد في حياتك نوع من تشويش عليك أنت على أفكارك الخاصة لأن تبتدي تسأل من الصح ومن الغلط ممكن حتى هذا شخص لبعض منكم مولكل لبعض منكم هذا يكون شخص يدخل هنا في حياتكم فجأة ولديه الكثير من المعلومات الحصرية السرية الغريبة عن الشريك معلومات ما أخبرك عنها في السابق فأنت هنا رح تبتدي تبتدي تتساءل تبتدي تشك في كل شيء أخبرك يا شريك في هنا لأن هنا أشوف أنه بمثابة اللي يصطط عليك نوع من القنبلة من المعلومات أو كولديك الكثير من التساؤلات مثلا شركك يقول لك أني أعاني من صعوبات مادية فتلاقي هذا الشخص لديه معرفة بشركك ويخبرك مدى مدى الأموال اللي تملكها عائلته هنا ما في كونكشن مباشر أنه هو يملك الأموال ولكن مثلا رح يخبرك أن شراء شركك قال لك أنه لا يملك الكثير من الأموال وهو تو اشترى سيارة جديدة قيمتها كذا 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 لشنا أخبرك أنه ما يستطيع التواصل معاك والاتصال فيك وأنا شوفه دائما واقف مع أشخاص لا يعرفهم يسولف ويضحك ويتكلم ولديه وقت لهم هذا النوع من الطاقة أنه يبتدي ينبهك وجوده ينبهك مشرط حتى يكون شخص يعني ممكن أنت تكون نتكلم مع امرأة برج الأسد هذا مشرط تكون رجل الشخص الجديد ممكن تكون امرأة دخولها ينبهك ينبهكم مشرط تكون عاطفي أوكي خلوا مخيلتكم واسعة إنه مشرط تكون جنس معين خلنا نشوف الشريك شنو عنده يرد على هذه الأشياء على هذه الاتهامات كرس العدالة كرس العدالة رح يحاول إنه يبرر موقفه شوفوا الصورة اللي في هذا الكرت أوكي رح يحط جهود إنه يبرر موقفه ما رح يحط جهود إنه يعدل وضع معاكم الشريك في الفترة القادمة إذا كان فيه مثلا الشريك أقنعك يا برج الأسد إنه ما يستطيع يحصل على الطلاق بسبب إنه رح يخسر أموال أو رح يخسر حضانة أو صعوبة الأمور القانونية أو إنه شريكة الحالية أو الشريك الحالي وقع على كثير من الالتزامات المالية ماذا يسمون هل؟ غير عن الشيكات البنكيالات ما أدري هذه الالتزامات المالية إنه وقع عليها لذلك هو يقول لذلك أنا ما أستطيع أحصل على الطلاق ولكن حقيقة أشوف إنه كلامه مو صح أشوف إنه هذي أعذار مبررات مو حقيقة مو قانون مو شيء شريكه مو موجود في وضع ما يستطيع إنه يخرج منه للأسف أوكي هذه قصة قاعد يحاول يبيعها ويروجها لك تسعة السيوف لأن الكلام الأصعب الكلام الحقيقي رح ينتج إنه يخسرك لبرج الأسد لو أخبرك الحقيقة الحقيقة إنه لا يرغب يعني تخيل لو تصلنا في شخص عتبنا إنه ليش متسأل عنه ويخبرنا الحقيقة لم أسأل عنكم لأنه لم تأتون في بالي لم أسأل عنكم لأنه مشغول بأشخاص أكثر متعة منكم مشغول بأشخاص جدد في حياتي أوكي ما أحصل على الطلاق مو لأنه بسبب الالتزامات المالية وخسارة الحضانة لم أحصل على الطلاق أو حصلت على الطلاق بسبب تقصير مني أنا بسبب عدم رغب أني أحصل على الطلاق إذا كان مطلق فبيكون شنو؟ حصلت على الطلاق بسبب تقصير مني أنا مو من الطرف الثاني أوكي هني هذا الشخص يأخذ النقاط من الحروف ويضعها على حروف ثانية ويشكل قصة جديدة يشكل حروف غير الحروف عندنا هني برج الميزان طاقة سيوف دلو جوزاء آخر كرت الامبراطور هذا من الكروت اللي أكيدا لبرج الحمل أحس هني شوفوا في الفترة القادمة راح يكون في نوع من من بعد هذا الموقف اللي تكلمنا عنه راح تشوف في تغيير في تصرفات شريكك إلى الأفضل ولكن اللي يجب أن تندبه لي برج الأسد أن هذه التغييرات ما تأتي بدافع الحب بدافع الاهتمام بدافع أني شفت نفسي غلطان وأريد أني أصحح للغلط لا هذه التغييرات تأتي بسبب تمسكه أوكي وعدم رغبته أن يشوفك سعيد مع شخص ثاني عدم رغبته أن أنت تنضي قدما في الحياة وهو يظل هنا عالق أهو عارف أنت تعامله مع شخص جدا ذكي عارف أن أنت تملك الموارد عارف أن إذا ذهرت مع شخص ثاني أي شخص ثاني تستطيع أن تحصل على حياة أفضل من الحياة والأمور اللي هني قعد أقدمها لك هو يعرف ولكن يمكن أنت يا برج الأسد لا تعرف هنا أنا قعد أتكلم مع شخص من برج الأسد التقى بشخص و آمن لمستوى معين أن هذا هو أفضل الموجودين لا مش أفضل للموجودين أبدا ويمكن هنا لما أشوف كرة برج العدالة وكروت السيوف أعتقد أن يمكن أنت اللي أقنعت نفسك بهذا الشي برج الأسد أن هذا هو أفضل للموجودين أو في معايير معينة عندك هي اللي قاعدة تسبب الكارما أن أشخاص بهذه النوعية يكونون هم الموجودين في حياتك وأشخاص أفضل أوكي ما يستطيعون ما لهم من حيز أن يدخلون مثل هذا الشخص هنا وأقول لك ليش لما أنت تحط معايير مثل يجب أن الشخص يكون مثل سني أو أكبر ما أريد أن يكون أصلا يجب أن يكون الشخص من الجنسية الفلانية يجب هاي النوع من المعايير اللي تعرق الدخول الأفضل في حياتك وتخليك كأنما تقبل أو ينتهي بك المطاف مع أشخاص متوسطين للجودة من ناحية الكواليتي متوسطين ميديوكر قاعد أسمع كلمة ميديوكر ميديوكر بالإنجليزي ترى مو كلمة زينة مو معناتها good معناتها يمشي الحال هذا إنسان يمشي الحال هذا إنسان رح دائما أنت تكون أفضل منه برج الأسد دائما إنسان أنت تعطي أكثر ما يعطيك في العلاقة أنت استطيع تقدم أكثر منا ترى انزلين هذا قراءتكم العاطفية عزيزيزيزيزي ترجمة نانسي قنقر